سؤال سريع ما بعضينا كده هو إحنا ليه بندرس التاريخ علشان نتعلم منه دروس كتير حاجة بديهية ودرس برضو بديهي من اللي التاريخ بيعلمه لنا إن التاريخ نفسه بيعيد نفسه وبيتكرر ومن قرأتنا لتاريخ الأرض المقدسة لقينا إن التاريخ بيعيد نفسه في أرض فلسطين كتير جداً خلونا في الحلقة دي نشوف حاجة من الحاجات اللي اتكررت كتير فترات الثورات وإيه اللي حصل بعد فشل نابليون في الحملة الفرنسية على الشام ورحيل نابليون وجنوده عن فلسطين وما لقي اليهود أبداً فرقة من الفراغ تصرخ الله أكبر إلا انهزم أمامه لا تصالح ولا تتوخى الهرب على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين أحمد باشا الجزار خلاص بعمل زي الطاووس في الشام هو اللي قدر ينتصر على نابليون بونابارت أهم قائد عسكري على وجه الأرض في هذا التوقيت ودي مكانة إدته نفوذ كبير جداً في فلسطين لكن مع هذه المكانة الكبيرة رجع أحمد باشا الجزار من تاني يستخدم نفس الاستراتيجية اللي كان بيستخدمها مع الشعب ضرائب وجبايات مستمرة عمل بنظام السخرة من تاني جوه مدينة عكة لإعادة أسؤارها إلى مجدها القديم علشان برضو يزود التحصنات فيها لأنه مش ضامن جنود الحملة ممكن يرجعوا تاني أي حملة تحصل تاني على فلسطين فيكون هو جاهز لكن كل دم كان بيحصل من دم وقوت الشعب الفلسطيني وحالة فلسطين في هذا التوقيت وشعبها كان إنهم عاجزين تماماً على مقاومة أحمد باشا الجزار ففي فترة المتبقية من حكم أحمد باشا الجزار مش هتلاقي ثورات الشعب عانى أشد معاناة من الحملة الفرنسية وهذه المعاناة جعلته لا يقوى على فعل أي شيء إلا إنهم يكونوا تحت نظام السخرة في سلطة الجزار هائمون على وجوههم لا يقوون على الكلام حتى ولكن لا دائم إلا وجه الله مات أحمد باشا الجزار سنة 1804 وساب سلطانه لمملوقه سليمان باشا اللي كان على النقيد من أحمد باشا الجزار سليمان باشا كان شايف إن أحمد باشا الجزار رجل ظالم فلم يرد الاستمرار على سياسته حتى إنه عرف في فلسطين باسم الحاكم العادل لتحريه إقامة العدل في المنطقة وبين الناس وهذا الحكم العادل سمح إنه يبقى فيه تغيرات إدارية مش في فلسطين بس ولكن في الشام كله ولاة الشام ما كانش ليهم أي قدرة على فرض نفوذ في فترة الحكم اللي كان فيها الجزار بيحكم عكا الراجل كان واخد الجو منهم وكان هو المسخيطر عليهم لكنهم في عهد سليمان باشا اللي كان طاري شوية قدروا يرجعوا للمشهد من تاني فبقى فيه نوع من التوازن بين الفريقين الفريق اللي بيحكم غرب الشام وسواحله على البحر المتوسط والولاء التانيين اللي بيحكموا دمشق وشرق الشام وشماله لكن برضو هنلاقي إن فيه تكاتف بين الجبهتين فيه أولى فترات حكم سليمان باشا بعد محمد باشا الجزار مات على طول لإن في الوقت ده كان فيه هجمات مستمرة من شبه الجزيرة العربية على الشام فالدولة العثمانية كانت عايزة يبقى فيه تكاتف علي هذه الجبهة وده اللي كان بوجود وقدروا بالفعل يتصدوا للهجمات اللي كانت جاية من شبه الجزيرة العربية بس سيمة حكم سليمان باشا كانت بتتميز بتلت حاجات لما تيجي تقرأ عن فترة حكمه في كتب التاريخ هتلاقي التلات حاجات دول بيخبطوا فش أول حاجة الثورات تاني حاجة الكوارث الطبيعية وتالت حاجة نمو العمران في فلسطين نقطة نمو العمران دي علشان بس نقفلها دي حاجة مهمة جدا يا جماعة هذه الأجزاء من التاريخ اللي هي الحلقة دي والحلقات اللي زيها في السلسلة دي الحاجات اللي هم عاوزين ننساها هم عاوزين يهتموا بس بالحملة الفرنسية بالحاجات البرزة في تاريخ فلسطين لكنهم عاوزين ننسا الفترات اللي بنتكلم فيها عن الشعر تقدم عمراني هيكون اللي بيعملوا مين يعني حمير كلاب ضباع عايشين في أماكن ما بكل تأكيد هذه الكائنات مش هتفكر انها تعمل تقدم عمراني وإنما كان في بشر عايشين على هذا المكان فالأجزاء دي من التاريخ لازم نتكلم عنها لأنهم ولاد الهرمة يعني بيعظموا السارديات التانية اللي بتقول ان هذه كانت أرض بلا شعر فالحلقة دي والحلقات اللي زيها مهمة في هذه النقاط إننا نوريهم إن شعوب هذه الأرض قامت بالثورات ضد حكام هذه الأرض وده دليل على وجود شعوب حية لها صوت في هذا المكان تقدم عمراني عملوا مين عملوا شعب هذه الأرض كوارث طبيعية حتى اتأثر بها مين شعب هذه الأرض فهذا الكلام مهم جدا وخلونا ناخده بالترتيب بداية بالثورات اللي كانت كتير جدا في عهد سليمان باشا سنة 1807 قامت في الأراضي الفلسطينية ثورة بقيادة محمد باشا أبو مرق وده كان شخصية مهمة في الشام في هذا التوقيت لأنه كان بيعمل الثورة دي برعاية مين الاسم اللي ظهر في التواريخ دي في مصر وحكمها أيوة بالزبط كده انت كده كنت بتذاكر تويخ كويس محمد علي باشا معداش على جلوسه على عرش مصر سنتين بس لكننا شايفين هوت أنه بيدعم ثورات جوى فلسطين تطبيقا للقاعدة الثابتة من أيام الفرعنة إذا أردت حكم مصر عليك بحكم الشام والعكس بس الدولة العثمانية كان لها رأي آخر في هذا الصراع وأخذت جنب سليمان باشا علشان من البداية كده أعمل محمد علي ما تعمل لناش دوشة الشام ده حاجة ومصر حاجة وإحنا بندعم سليمان باشا اللي هيسيطر على الشام والراجل اللي واخد على عاتقه اللي الدولة العثمانية حملته فكرة حماية الشام من الحجمات الوهابية اللي جياله من شبه الجزيرة العربية فطبعا بمقاييس هذه السنين بداية حكم محمد علي لسه الراجل ما ثبتش حكمه بالفعل فالدولة العثمانية هيكون لها الكفة الأعلى في هذا الصراع السياسي إش هيقدر محمد علي يقف قدام السلطان العثماني في هذا التوقيت زي ما هيحصل بعد كده المهم إنه سليمان باشا تخطى مرحلة الثورات دي بنجاح وأدى دوره في حماية الشام من الهجمات الوهابية بكفاءة لكن لو قدرت تمنع ثورة قل لي بقى هتمنع الطبيعة ازاي في مدينة عكة تحديدا في شهر أكتوبر سنة 1810 أمطار غزيرة بتنزل على المدينة لدرجة غير معقولة ولا حتى متوقعة في هذا التوقيت المدينة لم تستطيع استيعاب هذه الأمطار فأدت إلى سيول سيول مرعبة ومدمرة كادت أن تفتك بالمدينة بالكامل وتسقط أسوارها أسوارها اللي نابليون بالمدافع الفرنسية مقدرش يسقطها الأمطار كادت أن تسقطها غضبة الطبيعة أقوى من غضبة البشر بس التحصينات اللي كان عاملها سليمان باشا للمدينة كانت قادرة على احتمال هذه السيول بس السيول أثرت على المدينة اقتصاديا تقول لي ازاي هقول لك كان فيه رجل أعمال من الأتراك قاعد في مدينة اسطنبول كان الراجل مستورد كمية كبيرة من السكر من مصر علشان يوديها على تركيا أو على الدولة العثمانية فنزل السكر بتاعه في مدينة عكة على سين نهاية كانت ميناء لوجيستي وبعد كده هيجي ياخد السكر بتاعه ويطلع به على تركيا بس هبا الأمطار والسيول دي جت وحكام عكة ما قدروش يحافظوا على هذا السكر فالسكر المياه جرى فيته بالكامل وبقى مطلوب من إدارة عكة وحكام عكة انهم يدبروا ثمن السكر واللي طبعا كان بيتجاب من قوت الشعب ومن جيب الشعب فهذه الصدمة أثرت برضو على الناس وحالتهم الاجتماعية السكر كان سلعة استراتيجية في هذا التوقيت وكانت منها غالي ده لو انت بس ايه يعني استهوينت بالموضوع كمان في السنين اللي بعد كده سنة 1811 و1812 انتشرت الأوبية هذا الوباء جه من مدينة عكة الاقتصادية التجارية الهامة عن طريق البحر ثم انتشر من عكة في باقي فلسطين المؤرخين العرب زي ما بيسموا أي وباء بينتشر في هذا التوقيت سموا الوباء ده بالطاعون هل كان طاعون أو كان مرض تاني الله أعلم بس علشان نجمل فترة حكم سليمان باشا فخلونا نقول ان الأوضاع في فترة حكمه كانت أهدى بكتير جدا من فترة حكم أحمد باشا الجزار سليمان باشا وجهته تحديات إدريا تخطاها شكرا لحد ما مات سنة 1819 وجه من بعده عبدالله باشا كان مساعد سليمان باشا فممكن تلاقيه في كتب التاريخ باسم كتغودة عبدالله باشا أو عبدالله كتغودة باشا أياناكم الاسم الواحد وهذا الكتغودة كان شبيه الجزار ده يعني لو عاوز تعرف موجز سياساته رجل ظالم جدا يحب استخدام العنف حكمه قائم على تعنيف الناس وأخذ كل شيء منهم عنوة شديد التعامل قاسي في السياسات لدرجة أن السلطان العثماني زهق منه وكان عاوز يعزله لكن هنلاقي عبدالله باشا ده بيستعين برجل بقى ليه نفوذ أكبر في المنطقة مين هو جواب أنت على السؤال ده محمد علي باشا اللي دلوقتي بقى جاهز أكتر وقادر أكتر أنه يبدأ يواجه القوات العثمانية والدولة العثمانية عن طريق الدعم السياسي للأطراف المختلفة أنا مش هدخل معهم في حرب لكن هدعم طرف معادي للسلطان فدعم عبدالله باشا وقدر يثبت حكمه في صيدة وعكة وطبعا في فلسطين ومن اللحظة ديه اتفتح باب حقيقي لنفوذ محمد علي جوا فلسطين واللي هيؤدي بعد كده للحملة المصرية على الشام اللي فيها هيحتل محمد علي الأراضي الفلسطينية وزي ما أنت ما شايف محمد علي كان بيفكر وعنده سياسات استباقية وللمستقبل كمان فيما له علاقة بالشام في المقابل كانت السلطة العثمانية بتتعامل مع فلسطين بشكل سادق كانوا بيلعبوا مع العائلات اللي عايشة في فلسطين واللي ليها طبعا نفوذ كبير لعبة القط والفار كل ما عيلة نفوذها يعلى وتبقى أقوى اقتصاديا يصلطوا عليها عيلة تانية ويدعموها فتبقى أقوى فتطيح بالعيلة دي وتبقى هي اللي مكانها وهكذا دي بقت أقوى لا احنا نطلع عيلة تانية على حساب العائلة دي وحورين يا كيكة حروب أهلية بقى ومشحنات تبدأ تضرب الشام وده كله يجي على حساب الأرض تضعف السلطات المحلية اللي بتحكم المدر والقرى ولو مش فاهم معايا أهمية الأسر الفلسطينية في توبغرافيا فلسطين فالأسر دي كانت بجانب القبائل والبدو كان لهم دور كبير جدا في دعم السلطة العثمانية جوة فلسطين زي ما اتكلمنا قبل كده ودعم المماليك زي برضو ما اتكلمنا قبل كده وهيكون فيه عدد كبير منهم بيدعم وجود محمد علي جوة فلسطين زي ما هنتكلم بعد كده لكنهم في هذا التوقيت استاؤوا من كونهم يعني طرف غير مهم في المعادلة ففي فترة من 1825 لـ 1831 هنلاقي أن الثورات والتمردات لا تنتهي ثورة تخلص تقوم مكانها ثورة وكان إيه الدافع لهذه الثورات إن والي الشام طلب من أهالي فلسطين ضريبة زيادة هتعملها يا باشا بالضريبة دي قال لك همون بيها قافلة الحج الشام يعني ضرائب جديدة الناس هتدفعها ومش هيجي لها من وراها أي فائدة ده خير أصلا الضرائب اللي احنا عملين ندفعها ونظام السخرة فالناس تمنعت في مناطق زي نابلوس والقدس تمنعهم من دفع هذه الضريبة وكمان جابوا قائد ليهم كان قاطع طريق اسمه أبو غورش كان الراجل بيجبي منهم الضرائب ومش عارفه فكبروه وجاب جيش معاه وقال لك أنا طالع بقى على نابلوس والقدس خلي بالك والي الشام نفسه هو اللي طالع بيلم الضرائب من الفلاحين ويتعامل معهم بقسوة ويقتلهم فالفلاحين في منهم اللي رضخ ليه ودفع عليه المال ومنهم اللي هرب من بيته وبلده علشان ما يدفعش منهم اللي تخفى جوى مدينة القدس داخل الأديرة والكنائس أو حتى داخل المسجد الأقصى لكن الوالي حاصرهم كلهم وأخذ منهم الغالي والنفيس ومع كل ده كان لسه فيه اللي وقف وقاوم هذا الوالي زي سكان بيت لحمة مثلا جهزوا نفسهم ومسكوا أسلحة بداية كده وعملوا لجان شعبية في الشوارع وقدام البيوت وقال لك الوالي ده لما يجي إحنا هنقطعه بالسكاكين بس بمجرد مقرب بقواته وضرب طلقتين وعيرين في الجو قال لك بس لمنا باشا الفلوس والدول الراجل دوت علشان يمشي بسلام طبعا كل ده وبوغوش والعائلة بتاعته كانوا مش هنا ومرت هذه المأمورية وأيها السيدات والسادة والشام لم الفلوس بتاعته وروح على دمشق بمجرد ما وصل على دمشق اشتعلت القدس بالثورة وسيطر أهاليها على قلعة القدس وسور المدينة والبوابات طردوا جماع الضرائب والموظفين العثمانيين اللي كانوا موجودين جواه وبعتوا مرسيل على قادة الدول اللي حوالين القدس علشان بيشرحوا ليهم يا جماعة احنا عملنا كده كان في مين من ضمن اللي بعتوله مرسيل واحد بقى دي اهمية كبيرة جدا في الشام في هذا التوقيت وفي المنطقة ككل بالزبط كده محمد علي باشا دلوقتي بقى لعب أساسي في سياسات الشام وفلسطين طيب والسلطان فين السلطان العثماني في هذا التوقيت كان السلطان محمود الثاني كانت عنده مشاكل كبيرة مع الانكشارية وبيسعى للقضاء على هذا الفصيل تماما اذا محمد علي باشا بيفكر في الاستيلاء على الشام والسلطان غير مكترف او عنده مشاكل تانية واكتفى بس بالارسال لعبد الله باشا يا عم عبد الله اطلع انت بجيش وخلص على هذا التمرن ابو غوش طبعا عمل فيها سبع رجال وقال لك انا اللي هوادي عبد الله ده هو مش عارف ايه وارمي في اتو فاهمين بس اول ما عبد الله باشا قبله ام اقل له ايه تاخد الرشون دول وتوسع انت ورجال اللي معاك قال له تمام يا باشا تفضل علشان فعلا عبد الله باشا يوصل على اسوار القدس كان متوقع ان المدينة لن تصمد هي واللي فيها لكن المدينة ابوابها لم تفتح كل نداء المدينة برضو ابوابها لم تفتح لم يسلموا المدينة لعبد الله باشا فاضطر انه يضرب رصاص يضرب بالمدافع يقصف اسوار المدينة وبوابتها الحصار استمر اسبوع واهل المدينة كل ده وكانوا صامدين ولم يقدر عبد الله باشا انه يأخذ القدس بالقوة بس برضو خلانا نقول ان القدس كانت مدينة صغيرة اهلها غير مدركين وغير مستعدين لهذا الامر امور الحصار والحاجات دي كلها عكة ويافة والدنيا دي كانت يعني قادرة ان هي تعمل فيها حاجة انه احنا القدس اصلا مدينة مسالمة من فترات طويلة فقلم معاهم الاكل والشرب والزاد والشباب انتشر الفقر في الشوارع فالثوار اتقسموه فريقين نفس الفريقين اللي هتلاقيهم في اي ثورة فريق اصر على المقاومة والصمود وده الفريق اللي كان بيقاتل وبيسيطر على الاسوار والبوابات وهو اللي بيدير المعركة يعني وفريق تاني قال لك احنا نلجأ للمفاوطات وعمل هدنة وتسليم المدينة بس كان بيتم منعوهم من الفريق الاول بس يعني في الخفاء كده قدروا يوصلوا مبعوثين منهم على عبدالله فاشر تفاوضوا معاه على انهم يسلمونه المدينة بس ياخدوا الامان منه فاعدهم جميعا بالعفو في حالة الاستسلام حتى المحاربين كمان هنعفو عنهم يا جماعة احنا عايزين نخلص الموضوع انا اصلا ماليش لا في الطري ولا في الطعيم مش مهتمة بالقدس انا انا عايز اروح وكمان وده الاهم قال لهم ان انتوا هتدفعوا الضرائب المعهودة بس واللي كانت بتتاخد منكم كل سنة يا اهالي المنطقة انما الضرائب بتاعة قافلة الحجة لا مش هتدفعوها فالمرابطون على الاسوار لما شافوا ان خلاص يعني الثورة مبقاش لها داعي كده احنا كل الاهداف بتاعتنا اتحققت وكل حاجة بقت تمام ومية فل وعشرة قال لهم خلاص هننزل مع الاسوار وقابلوا بالهدن والتسليم وانتهت الثورة في ديسمبر 1826 لكن هل دي كانت اخر ثورة في فلسطين؟ خلينا اقول لك ان الوضع في فلسطين كان شبه الافلام المصرية ايام محمود المريجي وفريد شاوي لما في اي قهوة يوم اتنين ويتخنقوا مع بعض تلاقي القهوة كلها مش يتلطش في بعض محدش عارف مين بيثور على مين ولا مين بيضرب مين لكن كل هذه الاوضاع اثرت بالسلب على فلسطين اضعفت البلاد اكتر ما هي ضعيفة ومش فلسطين بس دمشق نفسها قامت فيها ثورة مهولة سنة 1831 كانت من اكبر الثورات لان نتائجها مفيش حد كان متوقعها واكثر ضخامة من الثورات الاخر تم في هذه الثورة قتل الوالي من قبل الثوار طب عملوا كده ليه لانه فرض عليهم ضرائب جديدة فالحلقة دي تقدر تقول انها كانت موجز لحال الشام كله اللي الثورات فيه كانت بتقوم من شماله لجنوبه وشرقه وغربه نتيجة لان الحكم والادارة فيه كانت من اسوأ ما يكون وهؤلاء الحكام بما انتجوه من ثورات خلوا الشام من اضعف بقاع الارض والتآمرات من كل حاكم على التاني جوه البلاد وكل حاكم بيتحالف مع حاكم تاني اكبر منه تخلى فيه حالة كبيرة من التفكك داخل السلطة الداخلية السلطة العليا اللي المفروض بتحفظ النظام في فلسطين كانت مشغولة بالخناقات مع الانكشارية اصود هنا السلطان العثماني بس مين اللي كان بركز وفاهم ودايدس كويس هو عاوز يعمليه قلني اسمه كتير في هذه الحلقة محمد علي باشا اللي دلوقتي بيجهز حملة عسكرية ضخمة بقيادة ابنه ابراهيم باشا لملاقات امراء الشام والسيطرة على بلاد الشام وملاقات السلطان العثماني اذا تطلب الامر بس ايه هي الدوافع اللي دفعته لده وايه تحركاته وخطواته اللي عملها في الشام وايه هي تفاصيل الحملة المصرية على فلسطين والشام ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة فتأكد طبعا انك عامل لايك ومشترك في القناة وفعل كل التنبيهات عشان يجي لك كل جديد شكرا لدعمين المحتوى عن طريق اللايك طبعا تفعيل التنبيهات الكومنتات الجميلة بتاعتكم الشير بكل تأكيد دي حاجة مهمة جدا كمان الانتساب والانضمام لعضوات القناة عن طريق زرار جوين او انضمام اللي موجود جمع بزرار اشترك شوفك ان شاء الله في حلقة قادمة وسلام عليكم شكرا للمشاهدة